المطارات حول العالم المفترض أن تكون من أكثر الأماكن أمناً بمستوى التأفتيشي والتأميني ووجود عناصر الشرطة. لكن قصتنا اليوم عن مصري ادعى أنه تعرض للسرقة في مطار القاهرة الدولي عبر استبدال أمواله من العبلات الأجنبية بأخرى بالعملة المحلية عن طريق المغافلة. بحسب وصفه في رواية تنفيها السلطات المصرية. القصة بدأت من فيديو نشره سامي الليثي وهو مصري يحمل الجنسية السويسرية. قال فيه أنه كان متجها إلى زيوريخ وبحوزته عشرة آلاف يورو. لكن السلطات في مطار القاهرة الدولي أبلغته بأن الحد المسموح به لخروج النقد الأجنبي هو عشرة آلاف دولار. اليورو أعلى من الدولار كما تعلمون. حاول سامي التصرف بمهاتفة الشخص الذي أوصله للمطار وأعطاه ألف يورو وأبقى تسعة معه حتى يوافق الحد النقدي المسموح به. عاد بالفعل للمطار. طلب منه أحد عناصر الشرطة الذهاب لمكينة العد للتأكد من مبلغ. هذا ما حدث بحسب روايته. بعت معي أحد نروح مكنة العد جنب منه. أنا بقى يعني في الأمان أنا مع الشرطة المصرية ورايح المكان العد بتاعهم. عملت إيه الشرطة المصرية بقى؟ الفلوس أهي. فطبعا أنا أخذها من الشرطة مآمن. جيت البيت أفتحها لقيت هنا مئة إيرو وخمسين إيرو وحطين للباقي كله جنهات مصرية من جوه. كله جنهات مصرية من جوه. هذه هي وزارة الداخلية والشرطة المصرية. سامي يقول في فيديو آخر إنه عرف اسم عنصر الأمن الذي طلب منه الذهاب لعد النقود كما نشر صورة لتذكرة السفر الخاصة به سعيا لتأكيد وجوده في مطار القاهرة في وقت حدوث ذلك الأمر. نشر أيضا مقطع آخر باللغتين العربية والإنجليزية. يحذر فيه السائحين من الذهاب لمصر. وأن لا شيء في البلاد منضبط سوى القوات المسلحة على حد تعبيره. وبأنه ليس سياسيا أو معارضا أو مأجورا بحسب وصفه. كما أشار إلى أن محاميه قد تقدم ببلاغ في شرطة المطار حول الواقع مناشدا وزير الداخلية بأنه لا يريد رد المبلغ فقط. بل مهاقبة من أخطأ في حقه وحق مصر على حد تعبيره. الفيديو ذلك انتشر على وسائل التواصل. واستدعى بعض رواد وقائع أخرى. قال أصحابها إنها لسرقات قد حدثت لهم في مطارات مصرية. وزارة الداخلية المصرية نفت أن يكون مطار القاهرة قد شهد وقائع سلق وقالت في بيان لا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. بزعم حدوث سرقات في المطارات. إن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية. من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلفة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصدقيتها بأوساط الرأي العام. لكن أصداء الأمر استمرت على مواقع التواصل. هذا ما قاله البعض منهم منال. منال تقول. حوادث مطار القاهرة الأخيرة لن تمر مرور الكرام. بل ستصبح دعاية سيئة. زي حاجات كثيرة. بتحصل. ومحد بيتحاسف فيها. وبيتم غض الطرف عنها. بعنجهية وكبر. والنتيجة السياحة ضعيفة ومصدر من مصادر الدخل. بيتأثر حسب الفاسدين. أما هنا تقول. مش دعاة. إيه حكاية الحملة الملفقة المرتبة الممولة اللي انتشرت الأيام دي عن مطار القاهرة. أصدقكم تضربوا السياحة وتخوفوا ضيوف مصر من زيارتها. برضا مش هتنجحوا. لأنكم خلاص. اتعرفتم. اتعرفوا بالنسبة للمجد. أما عبد الله تعرفوله. ولا ما تعرفوش. هنا عبد الله ماذا يقول؟ يقول. هذا عبد الله. ليس أحمد؟ واناك يا عبد الله. يقول بصراحة مطار القاهرة يحتاج شغل كبير. هو بوجه المصر. ويجب أن تعاد إدارته بشكل مثالي. أما هنا تدوين لأحمد داخل خارج على مطار القاهرة. هو أحمد طبعا داخل وخارج على مطار القاهرة. لحد تعرض لي. وللأفلام الهندية. اللي بنشوفها دي. أسئلة عادية بتتسئل في كل المطارات في العالم. هناك عدم نظام إداري. أيوة. المطار يحتاج نظام إداري وناس محترفة. دي حاملة ممنهاجة. هدفها تشوير الصورة العامة. طبعا قبل أشهر أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها مزايدة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية. بما فيها مطار القاهرة الدولي. بهدف توفير تجربة أفضل للركاب. وتحديث الخدمات وتطويرها. وغاب مطار القاهرة عام 2023 عن قائمة منظمة سكايتراكس. لأفضل عشرة مطارات في أفريقيا. كما تصنف المنظمة المعنية بتقييم خطوات الطيران في جميع أنحاء العالم. مطار القاهرة تصنفه بثلاث نجمات أو ثلاث نجوم. وهو التصنيف الذي يتم تطبيقه عندما تكون معايير خدمة الموظفين أو مرافق المطار متوسطة أو عادلة على أقصى تقدير بحسب موقع المنظمة.